استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة وزراء أوبك ومن ضمنهم الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وذلك على هامش مشاركة سعادة في الاجتماع الخامس والتسعين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك وقد نقل وزير الطاقة خلال اللقاء لرئيس المصري تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب أسهم الملكي رئيس الوزراء وصاحب أسهم الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وتمنيات القيادة لمصر والشعب المصري التوفيق والسداد هذا وقد شارك سعادة وزير الطاقة في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك الذي عقد في القاهرة وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك مشيدا سعادته بالدور الفاعل لمنظمة أوبك وجهودها التي تؤكد حضورها الإقليمي والدولي ودورها الحيوي في المحافل الدولية وقد بيّن سعادة وزير الطاقة أن مملكة البحرين تحرص على هذه المشاركات الإيجابية في المحافل الدولية والعربية التي تتيح الفرصة لإجراء العديد من المباحثات مع الجهات المعنية بشؤون النفط والغاز وتعزيز التعاون العربي المشترك خاصة التعاون في مجال الاستثمارات البترولية بين الأقطار العربية الأعضاء في المنظمة ترجمة نانسي قنقر